جدل حول الأسلحة الأمريكية أثاره رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بعد إعلانه أن الولايات المتحدة تعرقل تسليم الأسلحة لبلاده بفرضها قيودا صارمة على الأسلحة الممنوحة لإسرائيل وذلك بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي تعهد برفع القيود المفروضة على إسرائيل فيما يتعلق بصفقات الأسلحة في مقطع فيديو وباللغة الإنجليزية وجه نتنياهو انتقادات لاذعة للرئيس بايدن بسبب ما أسماه الاختناقات في نقل الأسلحة مستشهدا بما قاله رئيس الحكومة البريطانية وينستون تشيرشل للولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية من غير المعقول أن تقوم الإدارة في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل امنحون الأدوات وسننهي المهمة بشكل أسرع بكثير وسنحقق الانتصار هذه التصريحات فاجأت واشنطن التي أعربت عن استغرابها وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض أن إدارة بايدن لا تعرف ما الذي يتحدث عنه نتنياهو كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن كل شيء يتحرك بشكل طبيعي نواصل مراجعة شحنة واحدة فيما يتعلق بقنابل زينة الفيرطل بسبب مخاوفنا بشأن استخدامها في منطقة مقتضة بسكان مثل رفح كل ما سوى ذلك يجرك المعتد وكان بايدن قرر في مايو الماضي تأجيل تسليم بعض القنابل الثقيلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من قتل مدنيين في غزة ومع ذلك فقد بذلت الإدارة قصار جهدها لتجنب أي إشارة إلى أن القوات الإسرائيلية قد تجاوزت الخط الأحمر في الشياح رفح الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى فرض حظر أكثر شمولا على عمليات نقل الأسلحة ومع دخول الحرب على قطاع غزة شهرها التاسع تزايدت الانتقادات الدولية بشأن الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل في وقت يواجه نتنياهو ضغوطا داخلية ودولية للتعامل مع التبعات الإنسانية الكارثية في قطاع غزة